العافية طبعا استدباعا لكلام اللجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاقتصاد مجلس النواب نحن بدنا نضوي شوي على الاجتماع اللي صار اليوم مع دولة الرئيس مما لا شك فيه ان الملحيين الاقتصاديين مجموعة من الشباب والشابات اللي استثمرت فيهم الدولة اللبنانية استثمر فيهم القطاع الخاص خلال فترة تقريبا ثلاث سنين اليوم من التدريب وتطوير العلاقات بالخارج والخبرة كلها اللي اكتسبوها اللي هي قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني قيمة مضافة للصناعة اللبنانية قيمة مضافة للزراعة اللبنانية وقيمة مضافة للبنان الملحيين الاقتصاديين اليوم بالاجتماع اتفقنا انه يجب اعادة تقييمهم بشكل علمي مبني على الارقام نحن وزارة الاقتصاد اليوم فرجينا انه بالسنوات اللي ماضية بالرغم من انه جائحة كورونا كانت مسيطرة خلال السنتين اللي مرأوا تقريبا او ثلاثة سنين كان عنا نمو بنسبة 17 بالمية مقارنة بالسنوات قبل بدء البرنامج يعني بكل المعايير الملحة الاقتصادي اثبت اهميته اثبت دوره بعض الامور اللي اترقنا له ايضا انه يصير اجتماع ايضا بين وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية لدرس امكانية دمج الملحيين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لسبب انه معظم الادارات التي تتعلق بالمعارض المؤتمرات الخارجية ادارة الاستراد والتصدير مديرية الملكية الفكرية مديرية العلاقات الدولية اللي موجودة بوزارة الاقتصاد هي صلب عمل هالملحقيين ونحن ابداينا رغبة واهتمام كامل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية بما فيهم وزارة الخارجية الصناعة الزراعة السياحة السقافة وكل من يعتبر نفسه معني بهذا الموضوع انه يصير جلسة التشاور على اساس انه يتخذ قرار باستكمال العقود ويمكن ايضا ان ندرس امكانية متل ما بيقولوا تموضع او اعادة تموضع او تواجد الملحقيين الاقتصاديين بشكل اقليمي اكتر ما هو بشكل بلدان للظروف اللي عم توجهها البلد من ناحية التمويل ايضا بده يصير شغل كتير كبير مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة لندرس امكانية شغل مع بعض نحن لندعم مهمة الملحق الاقتصادي وندعم بقاء الملحق الاقتصادي لما له من اهمية لا الاقتصاد اللبناني